اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال ناشطون سوريون ان مقاتلات النظام استهدفت بثمان غارات جوية الشريط الحدودي مع الاردن قرب مخيم الركبان الحدودي مع الاردن ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا ويقضن مخيم الركبان لاجئون سوريون ويقع على الجانب السوري من الحدود ويحادي محافظة المفرق الاردنية تعهد رئيس الحكومة اليمنية احمد بن دغر بعدم السماح بوجود موطئ قدم لايران في بلاده جاء ذلك خلال لقائه الاحد في العاصمة المؤقتة عدن مع قائد القوات السعودية في التحالف العربي وعدد من ضباط المملكة تمت خلاله مناقشة الجوانب الامنية والعسكرية لتحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية وكيفية ارساء السلام ونزع سلاح الميليشيات رصدت كوريا الجنوبية مؤشرات تفيد بان الشمال يعد لعملية اطلاق صاروخ باليستي جديد قد يكون صاروخا عابرا للقارات على ما اعلنت وزارة الدفاع الاثنين وذكرت الوزارة ان مؤشرات تفيد بان كوريا الشمالية تعد لعملية اطلاق الصاروخ باليستي ترصد بشكل متواصل منذ تجربة الاحد في اشارة لتجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونج يانج دعت وزارة الخارجية الروسية السلطات الامريكية للتراجع عن موقفها واعادة المباني الدبلوماسية الروسية محملة واشنطن المسئولية كاملة عن تدهور العلاقات بعد ما اعتبرته موسكو عملا عدائيا ضدها واجبرت روسيا على اخلاء قنصليتها في سان فرانسيسكو ومقرين دبلوماسيين في نيويورك وواشنطن بناء على امر من السلطات الامريكية في اخر فصول النزاع الدبلوماسي بين البلدين عين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاحد امرأة وهي نيرمالا سيتارمان التي تشغل ايضا منصب وزيرة المال على رأس وزارة الدفاع لاول مرة في تاريخ البلاد وستتولى سيتارمان وزارة الدفاع ذات الاهمية الكبرى في الهند ولسيما مع انسداد الطريق امام حل مع الصين حول هضبة الهملايا وتصاعد التوتر مع باكستان على خلفية النزاع حول كشمير اطلقت شركة سواروفسكي العالمية مبادرة جديدة تصهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع فن التصميم وصناعته في دبي وتتمثل في انشاء شركة سواروفسكي العالمية مركز سواروفسكي للابداع في حي دبي للتصميم والذي سيتم تدشينه الشهر الجاري وتعد هذه المبادرة هي الاولى من نوعها على مستوى العالم بالنسبة للشركة نهاية الموجز الى اللقاء